مين لي بعد كده قالك بعد ما شاه حماد رسولي قالك ده لازم يبقى موجود في النادي الاهل ما انا اقول لك القصة بالزبط انا كانت كابتن حسن وكابتن طه بصري كلموني عشان الزمالك وكنت المفروض انا اقول لك بالامنة كنت محب الاسماعيلي انا كنت اسماعيل لاوي اشجع الاسماعيلي حلو باعش نادي الاسماعيلي طبعا من كابتن عالبو جريشة وصيد عبد الرازق الجيل دوت وانا صغير تباع لاماتش الانجل بير بالزبط كنت عندي بس سبع سنين ثمان سنين بس ايه حابب اسماعيلي وخورة الاسماعيلي كنت بشجع الاسماعيلي عندنا البيت منقاصل والد الله رحمه زمالك واخواته وعمامي كلهم زمالك وانا واخواتي اهلي والدتي اهلي يعني في طبعا انت معك الحاجة اللي هي اساس كل شيء تكسب اي حد بقى الحاجة الله رحمه كنت شتافة بس كانت بيتمين لكم بتشجع حماد صدي بس بس الله يرحمه ويسمي لي فتعرف بقى القصة احمد السبك سيد السبكي واحمد السبكي صحابي اوي من زمان فسيما قلنا هروح فيه قاعدة معا النادي الزمالك قاعدة بس فش اه اه قد فقوم سيد كان بيلعب معنا في النادي سيد اه مع سيد انا عرفت سيد كان بيلعب مع كابتن الخطيب وكان معنا احنا اه في جيلكم اه 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 لقيت كابتن سيد السبكي ومعا استاذ مجد الدقاء الله يرحم الله يرحم تأخذوا السعودية تأخذوا السعودية اه خدوني تعالى نتماشى شوية كده مع بعض لقيت نفسي فين طلع الزمالك كابتن صالح سنين في البيت عندي كابتن صالح والله كده شربوك حاجة صفرة كده بالضبط كده فالكابتن صالح عمد خالت سلمت وبتاع ايه كلام معي كويس وشخصية طبعا الله يرحمه يا سلام فقال لي سمعت اللي انت حقيب تيجي عندنا اه قطوله طبعا شوف الحوار بيجيس طبعا قال لي خلاص انت معنا بتاعد قدام ايه كابتن صالح الله يرحمه كان بسيط جدا جدا قال لي خلاص انت عدنا خلاص طب المنيا في مشاكل في المنيا والمنيا مش عايزة قال لي لي ونكش بهelen انت فالحاجات دي انت الرغبة ايه اطوله الرغبة ياريز يجي خلاص قال لي خلاص انت عندنا طبعا ما عندك الرغبة الموضوع انتهب ما خلت بقى تحتي ايه دا عمى عبد البقى لا لا ماحضرتوش ما حضر شامع عبداللال آه لا دعب لي هدي